السلام عليكم ورحمة الله مواصلين حديثنا عن عمليات التجفيف وننظر دلوقت إلى العلاقة ما بين المويتشار كونتنت مع الزمن ذكرنا بأن المحتوى الرطوبي يمكن أن نتحصل على وزلاق أو وزاوتلاق اعتمادا على طبيعة الرطوبة وطبيعة المادة الصالبة فإذا نظرنا إلى الشكل اللي أمامنا بنستطيع إننا نقسم منحنى المويتشار كونتنت مع الزمن إلى عدة نقاط الجزء A-B ويمثل الورم أب بيريوت أوف درايق عند هذه الفترة الزمنية عملية التجفيف لم تأخذ شكلها الأساسي بعد وهي فترة ترانزيشنال فترة انتقالية بعدها يبدأ التجفيف بالستيدي ستيت ممكن دينا نسميها ترانزيان ستيت وهذه الفترة اللي هو المستقيم بي سي معدل التجفيف في هذه الفترة ثابت أي بأنه كمية الرطوبة المنزوعة ثابتة لكل وحدة زمن لكل وحدة مسافة تستمر هذه المرحلة إلى أن نصل إلى نقطة الرطوبة الحارجة بعدها يبدأ معدل التجفيف بالانخفاض وكذلك المحتوى الرطوبي للمادة الصلبة يبدأ في الانخفاض فتبدأ المادة الصلبة بفقد كميات أقل من الرطوبة مع الزمن يسمى المستقيم cd bc db first fall drying period وde يسمى second falling drying period معدل التجفيف يمكن أننا نعرفه على أنه كمية الرطوبة المفقودة لوحدة مساحة لوحدة زمن إذا نظرنا أيضا الشكل بيورينا العلاقة ما بين drying rate مع time بوحدات كيلو جرام من الرطوبة لوحدة زمن لوحدة مساحة من المادة الصلبة فباللاحظ الشكل بيكون لدينا transition period ثم constant rate period معدل الرطوبة معدل فقدان الرطوبة في هذه المنطقة ثابت ثم نتحصل على السؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبب الذي يؤدي إلى تكوين هذه المنحنيات السبب من وراء هذه المسألة هو اختلاف نوع الرطوبة المفقودة في كل مرحلة من مراحل التجفيف الشكل اللي أمامنا هو عبارة عن توضيح أكثر لدينا العلاقة ما بين الدراينج ريت مع المويسشر هذا المستقيم دي اي يمثل constant دراينج ريت النقطة اي هاي هي النقطة اي تمثل الكريتيكال مويسشر content ولدينا هنا الفرست دراينج كيرف ثم السكند دراينج كيرف او يمكن ان نتحصل على one كيرف اللي هو steady fall دراينج ريت اي بانه لدينا بعض المواد عند تجفيفها نتحصل على steady fall ريت او بعض المواد تعطينا هذا النوع من انواع التجفيف لماذا بالنظر الى الشكل بنجد بانه عند عملية التجفيف في مع الزمن بتهذه هي المادة وهي رطبة ثم اثناء عملية التجفيف في الحالة الاولى تبدأ عملية فقدان الرطوبة من السطح الخارجي فنتحصل على الفرست دراينج كيرف عندما يجف او تجف هذه الطبقة من المادة الصليبة تبدأ الرطوبة تنتقل من الداخل الى الخارج بواسطة الديفيوجن الديفيوجن هذه الخاصية الثانية تؤدي الى حدوث السكند فول دراين السكند فول دراين بريود وهذا هو السبب الذي يجعل المادة تجف بواسطة دراين دراين كيرف اشتركوا في القناة